سياسياً أعلن مجلس التعاون الخليجي استضافة مشاورات يمنية تشارك فيها جميع الأطراف اعتباراً من التاسع والعشرين من مارس في مقر الأمانة بالرياض وفي مؤتمر صحفي قال الأمين العام للمجلس نايف الحجرف إن المشاورات تهدف إلى حث جميع الأطراف على قبول وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات برعاية أممية ودعم خليجي وأضاف أن المشاورات اليمنية ستكون انطلاقة لتشاور مستدام بين الأطراف المعنية وستؤسس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي كما ستبحث إعادة اللحمة الاجتماعية للشعب اليمني وفي وقت سابق أعلن الحوثيون ترحيبهم بأي حوار مع دول التحالف العربي شريطة أن يكون في دولة محايدة مؤتمر تحديات الحل السياسي والعمل الإنساني وإعادة الاستقرار والأعمار في سبتمبر 2018 والذي انعقد في نيويورك بمشاركة ممثلين عن الدول الراعية العملية السياسية في اليمن وأكثر من 30 دولة ومجموعة تصدقاء اليمن بالإضافة إلى عدة منظمات منها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي ومكتب المبعوث الهومي الخاص لليمن ودائرة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والسكمال لتلك الجهود ولمخرجات مؤتمر رياضة الذي عقد في مايو 2015 انقاذ اليمن وبناء الدولة الاجتحادية ترجمة نانسي قنقر